في السعودية إشاعات خرجت خلال اليومين الماضيين أثارت موجة من الرعب عند الكثيرين تتعلق بفصل الريال عن الدولار أو إعادة تقييمة هذه الإشاعات دعت البعض إلى تحويل أموالهم المقدرة بالريال في البنوك إلى الدولار الأمريكي رغبة في حماية قيمتها بما استبعد اقتصاديون سعوديون صحة قرب فصل الريال عن الدولار وفي غسطس الماضي أكدت مؤسسة النقد السعودي بأنه لا تغيير في سعر صرف الريال مقابل الدولار وأن المؤسسة ملتزمة باستمرار سياسة سعر صرف الريال الحالية عند ثلاثة ريالات وخمس وسبعين هللة مقابل الدولار معنا من لندن مازن سديري رئيس قسم الأبحاث في شركة الاستثمار أستاذ مازن مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة هل المسألة بإشاعات أستاذ مازن أم أنه احتمالات ربما تكون حقيقية لإعادة تقييم الريال مقابل الدولار وخاصة بعد هذه الموجة موجة الرعب عند الكثيرين طبعا نراها بكل تأكيد أنها لا تزميد عن إشاعة يظل قدامنا هناك سؤالين لماذا الارتباط وهل السعودية لديها قدرة الارتباط الحفاظ عليها الثلاثة السؤال قبل هذا ما سبب فتح هذا الموضوع في فترة الخفاظ أسعاد ربترول تحقق العجز الحقيقة لبعض لنشر الرعب بين الناس في شهر أوغست عندما نفهم على المحافظ كان السبب قائم على تقرير لبنك فرنسي سوسيتي جنغال كان يقول فيه أن السعودية ستفك الارتباط التقرير كان قديم من فبراير قبله بستة شهور لما وصلت أسعار البيترول 27 دولار وحتى لو وصلت هذا السعر لا يعني الفك مباشرة مسألة طويلة وتأخذ شهور أو سنوات حتى السعودية توصل درجة العجز ظاهر هذا كالتقرير العجل وتداول مرة أخرى أستغرب ليش في أوغست وجد المؤسسة نفت الآن تكرر نفس الموضوع طلع بعد من السعودية قدمت نشرة الإصدار حقا سنداتها وتتذكر أستاذ خالد الأسبوع الماضي سندات السعودية النشرة الكبيرة المائتين صفحة طبعا هي نشرة إصدار لأسباب قانونية قالت السعودية لا تضمن الارتباط مستقبلا ولكن ليس لأسباب اقتصادية فراحت فتحت الموضوع عند البعض وبعض من عملوا على إثارة الرعب والمخاوف والإشاعات في أوغستس عادوا مرة أخرى يفتحون الموضوع مع أن المؤسسة نفت هذه السنة مرتين وليس مرة واحدة مرة في أوغست ومرة سبقت هذا الشيء في أبريل للمفتح هذا الموضوع وعندما نعم في أبريل نفتوا مرتين الذي أريد أن أقوله لماذا السعودية ترتبط ولماذا تفكر الارتباط في تقرير على فكرة صدر من بنك كريديا سويس من أسبوع واحد فقط يؤكد قوة السعودية وسلامة ارتباطها بالدولار وأن التفكير في غير ذلك له أخطار اقتصادية وسياسية من ناحية رفع التبحخم وانت تعلم أن الدعم السعودي انخفض عن كثير من السلع انخفاض سياسة البونسات طيب لما تفكر ارتباطها بالدولار ممكن يؤدي لارتفاع التضخم مرة أخرى هذا شيء غير منطقي الشيء الثاني السعودية وصل في تاريخها ارتباطها بالدولار احتياطياتها ودائع الحكومة ودائع الحكومة السعودية لناتجها المحلي إلى ثمانية في المئة فقط عام تسعة وتسعين تتذكر لما كان تسعة واربعين مليان ريال وحافظت السعودية على الارتباط اليوم احتياطياتنا النقدية تعادل الناتج المحلي مئة بالمئة وليست ثمانية في المئة مئة بالمئة فلدينا هذه القدرة حتى الآن السؤال الثاني لماذا الارتباط؟ نحن 98% من صادراتنا البترولي. البترول مكررات البترول. منتجات البتروكيموية المعادن. مشتقات المعادن الأخرى. هذه تشكل 98% من الصادرات. الواردات أكثر من 20% بالدولار. وبقية العملات مرتبطة بشكل مباشر. غير مباشر بالدولار. على رأسها اليوان الصيني. أكبر بلد نستورد منها الصين. أكثر من 20% جيد. خلينا أخذ الجانب الثاني أستاذ مازن. فيما يتعلق باحتمالات تخفيض قيمة الريال مقابل الدولار. هل هناك حاجة لذلك؟ هل هذا القرار قابل للتلفيذ؟ أن أتحدث عن إعادة تقييم الريال في مقابل الدولار؟ لا مبرر. سيرفع التضخم. هذا الخطر غير مرغوب فيه. سيرفع التضخم. إعادة التقييم الريال دولار. مش أن نخليه عائم فلوت. أن نخليه إعادة النظر فيه. هذا سيؤدي إلى تضخم. بالإضافة أن أصلا مؤشر التضخم ارتفع. تعرف مع رفع الدعم عن كثير من السلع. وهذا غير مرغوب فيه. ثم أنه حل مؤقت. ليس حل دائم لتقليص العجز في الموازنة. حتى لو كان في احتياطات عند الدولة من عملات صعبة أيضا. أستاذ مازن. هل يمكن يتغير الموضوع فيه؟ بالعكس هذا يدعم النظرة. لماذا يعادت التقييم؟ ولدينا احتياطيات كافلة. الحفاظ على هذا الارتباط. نحن الدولة الوحيدة النامية الحضيضة. نحن دول الخليج جيران. الثنين الكبار. حتى على فكرة صدار السندات السعودي. يعتوقع أنه سيكون أعلى من القطر والإمارات بشيء بسيط. وأكثر من ثلاثين نقطة أساس. هذا دليل الثقة بالاحتياطيات النقدية وقدرة الدولة على الوفاء بديونها. والفضل يرجع الاحتياطيات النقدية وسلامة قوات بنكها المركزي. في المقابل. لم نجد أي ردود من المؤسسات المسؤولة التي ربما تكبح هذه الثورة. هذا الخوف عند الناس. ما في أي جهة ساهمت في زيادة الوعي. قدمت تقرير. أو نفت مثل هذه الأمور. ما لقنا أي شيء. هذا كلام سليم. وأنا أتمنى سامة مستقبلة. وإن كانت لحد ينكر أن سامة مؤخرا زادت في نشاطها وزادت في تدخلها أكثر وأكثر. لكن في تصريحاتها. العام الماضي فعلا. لم نكن نرى سامة. هل مرة صرنا نراها كثيرا صرحت أكثر مرة. تدخلت لصالحة. بيانها من شهر للنظام البنكي السعودي. لكن أتمنى أن يكون هناك مؤتمر صحفي أسوى بكثير بالبنوك المركزية السعودية. أو تعيي متحدث رسمي لسامة راح يحييح كثير. ثانيا أتمنى وزارة الإعلام أن من يثير الشائعات التي تخسر البنك المركز وإقتصادنا المليارات أنها تطلع بره من المخاوف. وهالإشاعات أنها تعاقب. حتى في مواقع التواصل. أنا أعتبر هذا جريمة. أنك تطلع إشاعات وتراهن عليها. أو تلاعب بالعنوين. رأينا للأسف جهة معينة أعلامية. وضعت عنوان أخاف الناس كثيرا يوم أمس. سريعا متى تتوجه أي دولة إلى إعادة تقييم عملتها في مقابل الدولار أو عدم ربطها بشكل سريع أو استثمار؟ أتكلم بشكل عمق. تتوجه عندما تنفذ تماما الدولة مخزونها الأجنب وتريد أنها تطبع عملة محلية تلجأ إلى هذا الحل. ماذا يكون حلها الوحيد؟ شكرا جزيلا لك من لندن. مازن سديري رئيس قسم الأبحاث في شركة الاستثمار.